ايه هي حلول البنك المركزي المصري لمعالجة التضخم؟ من ايام معدودة اظهرت بيانات للجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء في مصر تصارع التضخم السنوي في اسعار المستهلكين بالمدن المصرية الـ 32.7% في مايو وبحسب بيانات البنك المركزي ارتفع معدل التضخم الاساسي السنوي في مصر لـ 40.3% في مايو من 38.6% في ابريل طبعاً ضحطت مصر في وضع صعب لانها بتعاني في مسألة توفير العملة وده بيمس الضغط على الاقتصاد طب يا ترى ايه الحلول اللي ممكن تلجأ لها مصر؟ خبيرة اسواء المال حنان رامسيس قالت في تصرحات صحفية ان البنك المركزي ممكن يسمح للبنوك بإصدار شهادات الدخلية بفايدة اعلى وفي مقترحات بطرح شهادات دولارية بفايدة 10% لمدة 3 سنين للمصريين المقيمين بالخارج ومززوجي الجنسية خبيرة اسواء المال شافت ان الحلول البديلة المتعلقة بزيادة النقد الأجنبي بما في ذلك الصادرات وخفض النفقات وتقليص فاتورة الواردات ما بيوفرش حل عاجل لان فيه التزامات لازم يتم الوفاء بيها قبل نهاية يونيو الجاري الخبير الاقتصادي دكتور حسام الغايش كان عنده رأي تاني متعلق بسعر الفايدة وهو ان ارتفاع معدلات التضخم وانتشار ظهارة الدولارة ممكن يدفع البنك المركزي لرافع معدلات الفايدة بالمعدل أعلى عند 200 نقط أساس وده لمواجهة تلك الظهارة علشان يسد الباب أمام السوق السوداء